ذكرت أنه يجوز أن يضم الجنس الواحد لإكمال النصاب وهنا سؤال آخر هل يجوز ضم جنس إلى غير جنسه من الزروع والثمار لإكمال النصاب والجواب لا لا إله إلا الله والجواب لا لا يضم الجنس إلى غير جنسه فلنضم مثلا التمر إلى الزبيب من أجل أن نكمل النصاب هناك إجماع على ذلك وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى نقل هذا الإجماع الإمام بن المنذر وابن حجر الهيتمي وغيرهما كابن عبدالبر مثلا لكن هناك مشروعات زرعية مشروعات متكملة وتقوم عليها شركات ومنافذ بيع ومؤسسات تجارية ضخمة تقوم بشراء المنتجات الزرعية وبيعها تقوم بالتجارة في هذه المنتجات الزرعية فهذه تندرج تحت عروض التجارة هذه تندرج تحت عروض التجارة إذا حل عليها الحول وبلغت النصاب تزكى بمقدار 2.5% ربع لعشر كما بيّنت في زكاة عروض التجارة قبل ذلك أما الزروع والثمار فلا يشترطوا فيها حى عروض التجارة شكرا